المملكة العربية في السعودية والبحرين هي عائلة واحدة هي إسرة واحدة هي بناء وجسد واحد مشاعر غامرة بالدفء والموادة والمحبة من أشقاء يجمعنا بهم القرب والمصير المشترك أعيادنا الوطنية انعكست حبا على الشاشات الخليجية والتي بدورها خصصت فقرات لتحتفل معنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة فمن الرياض حرصت الفيزيون الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بمبادلة الوفاء بالوفاء والاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين الله يحفظ علينا هذه الروح اللي تجمعنا روح الأخوة والصداقة والنسب والقرابة مشاهدين نفاص القصير وراجعين مكملين تغطيتنا في اليوم الوطني البحرين جنوب الجزيرة مستجير البحرين عزيزة على قلوبنا وهذا كلام من داخلنا ونحن شعبين في روح واحدة حقيقة تبين أقول لك يا وجدان يا بنتي البحرين في قلوبنا مثل ما السعودية في قلوبنا شفتي هم البحرين في قلوبنا ويتذكرون ونتذكرهم شفتوا هذا البحرين عزيز وغالي على قلوبنا القناة السعودية الأولى لم تكن وحدها من شاركة البحرين أفراحها حيث أن القنوات الإماراتية ومن ضمنها قناة دبي قد صلطت الضوء على مناسبتنا الوطنية العزيزة وشاركت المملكة بفرحتها كما أن قناة الشارقة التلفزيونية وفي برنامج صباح الشارقة بادلت البحرين المحبة بتهنيئتها بالعياد الوطنية لتعكس الإمارات العربية المتحدة بذلك حبها لمملكة البحرين اليوم مملكة البحرين تحتفل في اليوم الوطني وكذلك نحن سعداء نحتفل ونشاطرهم هذه الأفراح باليوم الوطني المجيدي من مملكة البحرين علاوة عن القنوات التلفزيونية لم تغفل الإذاعات الخليجية عن المناسبة البحرينية الوطنية العزيزة من رياض المجد وعبر أثير MBC FM نشارككم الأفراح ياهل البحرين ونجدد محبتنا لكم وكل عام وانتم بخير ساعة إمارات FM نقول دام عزك يا البحرين من نبض الكويت تحية عاطرة حق إخواننا وحبايبنا في مملكة البحرين عسي أنكم دوم جميلة وعسي أنكم دوم أفراح السعودية والبحرين شعبين والقلب واحد من إذاعة الوصالة العمانية نشارككم الفرحة ياهل البحرين فرحتكم في قلب كل بيت عماني والبيت واحد والله يديم أفراحكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة